My husband's clothes تياب زوجي تياب زوجي The first step I will read the story two times اليوم هو اليوم الاول لزوجي بالشغل كان محتار كتير شو يلبس طلب مني اني اعطيه رأيي وساعده حتى يختار قمت نقيتلو تياب عزوئي قلتلو يلبس بانطلونة جينز ازرق مع عميس ابيض واهم شي يلبس معنو الصباط الاسود زوجي عجبه رأيي كتير ولبس متل ما قلتلو وطلع شكله كتير مرتب وحلو اليوم هو اليوم الاول لزوجي بالشغل كان محتار كتير شو يلبس طلب مني اني اعطيه رأيي وساعده حتى يختار قمت نقيتلو تياب على زوئي قلتلو يلبس بانطلونة جينز ازرق مع عميس ابيض واهم شي يلبس معنو الصباط الاسود زوجي عجبه رأيي كتير ولبس متل ما قلتلو وطلع شكله كتير مرتب وحلو الثاني سيضر سأقول الثاني سيضر ستحرك بعد مرح اليوم هو اليوم الاول لزوجي بالشغل اليوم هو اليوم الاول لزوجي بالشغل كان محتار كتير شو يلبس كان محتار كتير شو يلبس طلب مني اني اعطيه رأيي وساعده حتى يختار طلب مني اني اعطيه رأيي وساعده حتى يختار طلب مني اني اعطيه رأيي وساعده حتى يختار امت نقيت له تياب على زوجي امت نقيت له تياب على زوجي اعلت له تياب على زوجي يلبس بنتلون جينز ازرق مع اميس ابيض يلبس بنتلون جينز ازرق مع اميس ابيض قلتلو يلبس بانتلون جينز أزرق مع أميس أبيض And the most important thing is to wear black shoes with them وأهم شي يلبس معون الصبات الأسود وأهم شي يلبس معون الصبات الأسود My husband liked my opinion very much and he wore as I told him زوجي عجبه رأي كتير ولبس متل ما قلتلو زوجي عجبه رأي كتير ولبس متل ما قلتلو زوجي عجبه رأي كتير ولبس متل ما قلتلو And he looked very elegant and beautiful وطلع شكله كتير مرتب وحلو وطلع شكله كتير مرتب وحلو Now let's read the whole story for the last time اليوم هو اليوم الأول لزوجي بالشغل كان محتار كتير شو يلبس طلب مني إني أعطيه رأيي وساعده حتى يختار إما تنقيتلو تياب على زوئي قلتلو يلبس بانتلون جينز أزرق مع أميس أبيض وأهم شي يلبس معنو الصبات الأسود زوجي عجبه رأيي كتير ولبس متل ما قلتلو وطلع شكله كتير مرتب وحلو اشتركوا في القناة